بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد نتكلم اليوم عن قاعدة مهمة يعلمها الشيوخ لأتباعهم يعلمها المشايخ لمريديهم ألا وهي قاعدة ملتفت لا يصل وهذه القاعدة لها معنيان معنى خاص ومعنى عام أما المعنى الخاص فهو يراد به أنك وأنت تسير في هذه الحياة في الطريق إلى الله لمعرفته وعبادته وتوحيده لا تلتفت إلى ما يحدث لك وأنت تنضي في هذا الطريق وكأنك إذا كنت تمشي في طريق وفي هذا الطريق آخره نقطة الوصول التي تريد أن تصل إليها ولكن هذا الطريق مليء بالمغريات مليء بالأشياء الغريبة العجيبة فإذا قمت بالمشي في هذا الطريق وأخذت تتلفت حولك وكلما أعجبك شيء توقفت عنده ودخلت إلى هذا المكان وعدت فخرجت واستمريت في المشي ثم دخلت مكانا آخر فإنك لن تصل إلى بغيتك مش هتصل إلى الهدف الذي تريد أن تصل إليه وهذا معنى ملتفت لا يصل في الطريق إلى الله تبارك وتعالى وهذا هو المعنى الخاص أنك وأنت تنضي إلى الله بالذكر والفكر والعبادة فإنه قد يفتح عليك شيء من الإشراقات الربانية وذه الإشراقات هي الرؤى التي يراها الإنسان وهو في طريقه إلى ربه الرؤى الصالحة الطيبة وقد أخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم فقال انقطعت النبوة وبقيت المبشرات قيل يا رسول الله وما المبشرات قال الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو تراله فالإنسان وهو ينضي في طريقه إلى ربه إذا انشغل بهذه الإشراقات لن يصل إلى مراده ومراده هو الله سبحانه وتعالى لأن الله تبارك وتعالى هو مقصود الكل وليس المراد الإشراقات أنك ترى رؤية طيبة أو رؤية حسنة أمر جيد وأمر طيب لكن ليس هو النهاية وليس هو الغاية فهذا معنى قول المشايخ لمريديهم ملتفت لا يصل ولكن لها معنى آخر هذه العبارة المعنى الآخر هو معنى عام يشمل الحياة الحياة الإنسان ينضي في مشواره في هذه الحياة القصيرة التي يعيشها فينبغي ألا ينشغل ولا يلتفت لأنه لابد أن يضع له هدفا والهدف حدده لنا الشر عبادة وعمارة وتزكية نهدف من وجودنا في هذه الحياة أن نعبد الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ونهدف أيضا إلى عمارة هذا الكون هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ونهدف أيضا إلى تزكية أنفسنا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها إذن هذا الهدف لابد أن يكون واضحا وأنت تنظي في هذه الحياة وهناك أمور تجعلك لا تلتفت لا يمينا ولا يسارا إلى شيء يشغلك عن هذا الهدف منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا فقال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه لا تلتفت إلى ما لا يعنيه إلزم خاصة نفسك عليك بنفع نفسك ونفع الناس هذا يعينك على أن تصل إلى هدفك ولا تلتفت إلى شيء فيعطلك أن تصل إلى ما تريد أيضا نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قيل وقال فقال صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرت السؤال وإضاعة المال لذا نجد أن الحق تبارك وتعالى في القرآن الكريم يخبرنا عن هذه المعاني فيقول لا يحب الله الجهرى فيقول لا خير في كثير من نجواهم يعني من كلامهم من حديثهم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس يعني ما يفيد الإنسان في دنياه وأخرى وما يفيد الغير يبقى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس إذن هذه إجراءات معينة للإنسان على أن يكون محدد الهدف فيصل إلى ما يرجو ويأمل من الله تبارك وتعالى سائلا منه المعونة وكذلك من الإجراءات التي تعين على الوصول إلى الأهداف وتجعل الإنسان لا يلتفت التخلص من الفراغ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا فقال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا المعونة على آداء ما هو مطلوب مننا في الدنيا والآخرة ما هو مطلوب مننا في صلاح ديننا ودنيانا وأخرانا اللهم أقمنا بالحق وأقم الحق بنا ووفقنا إلى ما تحب وترضى رب اغفر وارحم وتجاوز عما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين